توجيهات من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان احنا كنا بنتكلم على الإيمين يومين كنا بنتكلم على موضوع الحق نفاق الصيدليات والنقابة شايفائية طي فيوجه وزير الصحة بالتنسيق مع النقابة العامة للصيدلة وضع آلية منظمة لحل مشكلات إعطاء الحقن داخل الصيدليات ومراجعة بقى القوانين والقارات الوزرية في هذا الشأن بحيث أنه يحصل إيه؟ نضمن الحفاظ على حقوق الصيدلة وده شيء مهم جدا وفي نفس الوقت نضمن التيسير على المرضى في أخذ العلاج القرار ده قرار حلو بصراحة كلام جميل وكلام معقول وبأمانة شديدة ما أقدرش أقول حاجة عنه ليه؟ السهل إن احنا كنا نقول ما فيش حقا خالص في الصيدليات أسهل حاجة بس ماينفعش الوضع القائم الواقع بيقول إيه؟ ويمكن كتير فخامة الرئيس يتكلم على كده يقولك بص على الواقع الأول يعني ممكن يبقى القرار رائع وجميل نظريا بس في الواقع مش هينفع مش هينفع مش عشان القرار غلط الواقع بيدفعنا في حتة تانية لازم نتعامل مع الواقع ونحسن واقعنا ما بنقولش لا فيبقى القرار هنا إنه أنا عايز أضمن إنه المريض يقدر ياخد العلاج بتاعه إن أراد يعني ساعة ثلاثة بالليل يعني ممكن برحمة كنت بتكلم مع الدكتور حسام عبدالغفار المتحدد بإسم وزارة الصحة والسكان وبقوله عن أنت بيوتكم بتاعلي دي الحالات الندرة بس في حالات بقى هنا أصبحت مش ندرة ثلاثة بالليل وعاوز أخد حقنة عشان خفض درجة الحرارة المستشفى بعيد ما عنديش حد في البيت تديه للحقنة دي لو أنا طلبتها من الصيدلية يبقى أنا هطلب من الصيدلي إنه يشرفنا في البيت أو إن أنا أقدر أتحامل وأنزل أخد الحقنة دي في الصيدلية تخلى والقرار إنه المنع الكامل هنعمل إيه؟ فهنا القرار الحقيقي جئ بمنتهى الحكمة وتراجع فيه القرارات والقوانين واللوايح نضمن الحقوق بتاعة الصيدلة ونضمن كمان إنه المريض يقدر ياخد علاجه ده حصل إمتى؟ ده حصل خلال الاجتماع الدوري بتاع أو بحضور قيادات الوزارة النهاردة رؤساء الهيئات وبمشاركة مديري مدريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية يمكن دي صورة قدام حضراتكم من هذا الاجتماع الاجتماع بيتعامل بشكل دوري لمتابعة سير العمل خد بالك الاجتماع بيتعامل بشكل دوري ولا يمر بشكل روتيني يعني بنتناقش في الاجتماع على كل ما يهم صحة المواطن المصري مش بنعمل الاجتماع عشان الناس تيجي تقعد في الاجتماع وخلاص لا علشان المناقشة والوصول لحلول النهاردة كان فيه أكتر من ملف في الوزارة بيتم مناقشتهم مهم جدا كان الوزارة تقف على التحديات تعرف شكل المعوقات وطريقة العمل على التدليل ما فيه مقترحات بقى هيقولها السادة الحضور ده ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق جودة وكفاءة في الخدمة الطبية المقدمة لسيادتك المواطن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان قال ان وزير الصحة بيأكد متابعته عن كثب لكل ما يثار على مشكلات الحقن داخل الصيدليات ما يتم طرحه ما بين حقوق الصيادلة التيسير على المرضى بطبيعة الحال وهو وجه ضرورة كمان وجه الوزير بوضع هذه الخطة عشان يتعامل برنامج تدريبي لازم وده شديد الاهمية برنامج تدريبي في منتهى اللزوم في منتهى الضرورة لإيه؟ لسقل المهارات الطبية التدريب على الطرق العلمية والصحيحة للحقن العضلي والوريدي انا بس عايز اضيف وتحت الجلد شو مرضى السكر او العلاج الهرموني عادة بيبقى تحت الجلد بشكل عام وفيه طبعا الحقن العضلي ده اللي كلنا عارفينه زي حقنا بتاعت الكورونا دي عضل ففي النهاية اللي بيحصل ده معناها ان احنا بنقول يا جماعة احنا طول الوقت هنفضل نضرب الحكومة ممثلة في الحالة دي في وزوات الصحة لن تكف عن التدريب عشان تبقى فيها يعني اوعى تفتكر انه هي مرة عشان كان فيه شيء ما او حدث كبير بيتم الحديث عنه اطلاقا هو احنا من 2014 لم نكف عن التدريب ولن نكف يعني مدامة هناك حياة وبشرية وحياة انسانية على ظهر الكوكب عندنا في مصر احنا مكملين في شغلنا مفيش حاجة بإذن الله سبحانه وتعالى توقفنا على الاطلاق اشتركوا في القناة